في الحقيقة يعني ربما شفنا يعني بانوراما سريع عن الحجر اللي غير تاريخ العالم كله العالم كله كان بيعتقد ان العلوم تطبيقية الحالية اللي هي الفلك الهندسة الطب اصولها يونانية او اصولها رومانية ولكن بعد اكتشاف علم المصريات اكتشف ان ما تعلمه الرومان وما تعلمه اليونان ما تعلموه الا على ارض مصر كما ذكر الفيلم احنا ربما حاولنا ان احنا يعني يبقى فيه ثلاث محطات المحطة الاولى ان احنا نشوف ما قبل الحجر كان الدنيا عاملة ازاي كيف كان العرب يطلقونا على الفرعنة اسم المسخيط لان هما كانوا بيشوفوا الفرعون كبير وكانوا بيشوفوا احجام صغيرة وكان فيه محاولات بالفعل عربية واجنبية من اجل فك هذه التلاصم التمثيل الكبرى اللي شافوها وتجولوا وحاولوا يفكوا تلاصمها كانوا فشلين جدا او كانوا مكنوش يعرفوا يعملوا هذا الامر المحاولة التانية اللي هي الحاملة الفرنسية رصدناها وروحنا رشيد صورنا فيه مقر اكتشاف الحجر روحنا المجمع العلم الفرنسي اللي كان في بيت السناري وربما عملنا معايشة للاماكن اللي كان فيها هذا الحجر قبل انتقاله الى العاصمة البريطانية لندن عام 1801 طبقا للتفاقية العريش ثم محاولة شامبوليون وفكوا لتلاصم هذا الحجر اللي كان فيها راهب مصري يدعى يحنى شافتيشي وان هذه المحاولات كللت بنجاح شامبوليون عندما قارن مدين اللغات الثلاثة المكتوبة على الحجر وتوصل الى النطق السليم للغة المصرية وبدأ علم المصريات في مثل هذا اليوم من متين سنة يوم 27 سبتمبر عام 1820 اعلن شامبوليون خطوته امام المجمع العلم الفرنسي واللي قال فيها انه هو بالفعل توصل الى فك رموز هذا الحجر وانه هو قدر انه هو يوصل للنطق الصحيح عبر الخرطوش اللي كان مكتوب عليه اسمه بطليموس الخامس كان هنا في هذه اللغة وكان هنا في هذه اللغة كان هنا في هذه اللغة الخرطوش اللي هو الدايرة او المستطيل اللي فيه اسم الملك لما قارن ما بين الثلاثة ادر انه توصل لبعض الحروف هنا وهنا وهنا وده ساعده بشكل سريع أنه هو يفسر اللغة الثالثة لما فصر اللغة الثالثة راح لمحمد علي باشا خدمه عدد كبير جدا من الناس المهتمة بدراسة اللغات الميتة أنا ذاك فيه لغات حية وفيه لغات ميتة وقدروا أنه هم يروحوا عدد كبير من المعابد شيئا فشيئا يكتشفوا شيء عن المصريات يكتشفوا شيء عن المصريات عايز أقول لكم أن كل ما تم اكتشافه عن علم المصريات خلال 200 سنة لا يتعدى أي شيء يذكر لسه فيه حقب نظلمة كتيرة جدا في التاريخ لا نعلم عنها أي شيء لسه فيه كتب كتير جدا لسه لم تترجم ولم نعرف عنها أي شيء وما زال هذا العلم يبهر العالم كيف توصل هؤلاء المصريين القدماء إلى كل هذا المستوى المتقدم من العلوم واللي انتقل بعد كده للحضارات في مياه المتوسط سواء اليونان سواء الرومان واللي بعد كده بدأت تنتشر فيه كافة أرجاء العالم